أستاذة نادا رياض المنتجة ومنتجة فيلم أربسترونج الفيلم الروائي الطويل فاز النهاردة في سيني جونا صح كده؟ بالضبط نفسي تاني معيك ربنا خريكي احنا المنصدين اكتر مبروك النهاردة وفوز الفيلم دي حاجة كنت متوقعها ولا كانت بعيدة شوية ولا كلمين يعني؟ احنا دي تاني مرة نشارك فيها في منصة سيني جونا وهي سنة فاتت كرت وشاه حالو علينا جدا وكسبنا برضو جيزة وفيلمنا رفعت عيني للسماء خلص ورح كان وعلى مطاق دلقة نجاح كبير فاحنا كنا جايين السنة دي متفقلين برضو بسيني جونا وحاسينها هتفرق في خطوات رحلة فيلمنا الجديد انتو الجيزة كسناعة فيلم ومنتجة فيلم بتفرق معاك في الشغل بعد كده ولا دي بتبقى ايه؟ الجيزة اولا بتفرحنا وبتأكد لنا ان في ناس في الصناعة مؤمنة بالفيلم دي حاجة مهمة سنيا طبعا بتدي دفع للأمام للأفلام بنقدر من خلالها ناخد اول خطوات سواقف ان احنا نستكشف الكاميرا الكاستنج الحاجات الاساسية عشان بعد كده كمان نقدر نقنع منتجين وموزعين بالفيلم بشكل اكبر وارمسترونج قصته عني؟ ارمسترونج بيحكي خصة شاب من نفس القرية اللي احنا صورنا فيها قرية البرشة والشاب يحلم ان احنا ان هو يبقى ممثل والمراضي بنتابع رحلته طيب واللي جاي بقى انت بتفكري في ايه ناوية تبعدي عن نفس الطريقة اللي لعبت بيها ارمسترونج ناوية تعملي حاجة قريبة لها تفكيرك في ايه فترة؟ احنا متحمسين جدا ان فيلمنا رفعت عيني للسماء هينزل سينمات يوم ستة نوفمبر هيبقى متاح للجمهور المصري والجمهور المصري هيتفاعل معي الامهات والابهات والشباب في الجامعة وعلى اعتقد ان ده اول احتكاك للفيلم ده مع الجمهور المصري وعلى اعتقد بقى متفقلين بي برضو وبعدي هنقرر شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا برسي جدا